اشتركوا في القناة وخليل رب الواحد الرحمن صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلو على الأديان هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة جوال زاد جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد in lighting your life زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد والآن خدمة جديدة قناة زاد الصوتية تصلك يومياً طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد للاشتراك ارسل خمسة إلى الرقم ثمانين ستمائة لمشتركي الجوال وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما زلنا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله والحديث مستمر عن تعامل نبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وكيف كان يرشدهن للأفضل والأكمل وقد أرشد عائشة رضي الله عنها إلى الصلاة في الحجر لما أرادت أن تصلي في الكعبة لأن الحجر من الكعبة وأما تسميته بحجر إسماعيل فلا أصل له هذه التسمية لكنه الحجر وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دل زوجته على ما هو أفضل من الجهاد في حقها فلما قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري وقالت مرة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فبالنسبة للمرأة يشبهان الجهاد في السفر والخروج من البلاد والتعب وكذلك ما تواجه من الزحام الشديد ومع إرشادي صلى الله عليه وسلم النساء الأفضل في حقهن إلا أنه كان يرخص أيضا لهن فيما يكون فيه ضعف وقد حصل في المناسك ما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت نزل المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة سودة رضي الله عنها كانت امرأة ثقيلة فكانت تتأذى إذا دخلت في الزحام فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس قبل وقت الذروة في الاندفاع والزحام فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس قالت وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعي فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به رواه البخاري وهنا تظهر شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أهله وكيف أنه جنبهم زحام الناس عند الدفع من مزدلفة إلى منا ورخص لهم أن يدفعوا قبل طلوع الفجر وهذا خوفاً عليهم وعن أم سلم رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مصطور رواه البخاري وكان أيضاً يقاوم نزعة الغلو أو التشدد الذي لا تطيقه النفس في العبادة عند زوجاته لأنه يريد لهن الاستمرار في العبادة وليس أن ينقطع بها فعن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد متفق عليه قال النووي رحمه الله فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق يعني المقصود التعمق التشديد الذي لا تطيقه النفس والإقبال على العبادة بنشاط وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور فإذا الإنسان تعب تعباً لا يطيق الاستمرار بعده فإذا حمّ النفسه هوق ما تطيق سئمت وكلت وتركت العبادة فإذا إذا أحس بشيء ثقيل لا يكاد يطيقه يرتاح ثم يعود يواصل العمل مرة أخرى المهم أن لا ينقطع عن العبادة ولما ذكرت له عائشة رضي الله عنها حال امرأة تقوم الليل ولا تنام كره ذلك فقد أخبرته أم المؤمنين أن الحولاء بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أن لا تناموا الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناموا الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا رواه مسلم وهذا فيه إنكار وكراها في من شدد على نفسه بما لا يطيق طبعا حيانا بعض الناس ربما يفسر الساعة التي نقومها في التراويح أنه هذا مما لا نطيق هذا ليس بصحية هذا يرأى ما تنام الليل ما تنام الليل فهذا الذي يصلي عشر ساعات سبع ساعات هذا يتعب جدا هذا ممكن أن يصل إلى حد عدم الإطاقة أما هذه الساعة التي يصليها الناس اليوم بالعشى والتراويح والشفع والوتر فهذا مما تطيقه النفوس العادة ولذلك ليس المقصود من هذا أن الكسلان يجد فرصة للراحة لا ولكن الذي يشد على نفسه هذا الذي ينبغي عليه أن يرتاح الذي يشتد على نفسه وشدة يمكن تنفره على المدى الطويل من العبادة فهذا عليه أن يقتصد والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن هذه المرأة التي تصلي الليل قال من هذه قيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكرايا في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا كلفوا من العمل ما لكم به طاقة وكان يحث نساءه على المداومة على الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة ولذلك رأى عائشة رضي الله عنها هي التي روىت حديث أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل وكانت عائشة كما يقول القاسم بن محمد إذا عملت العمل لزمته لماذا كان العمل الدائم أحب إلى الله من العمل المنقطع يقول الجوزي لمعنيين أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض عنه الثاني أن مداوم الخير ملازم الخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع فإذا الصلة الدائمة بالله والعبادة المستمرة هذه كل يوم ولو مدة يسيرة أحسن من أن يجتهد الإنسان ليلة وليلتين ثم ينقطع طيلة الشار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر